ترجمة نانسي قنقر وزارة الداخلية اكتشاف وتحديد المصابين بفيروس كورونا عبر فحص عينة العرق البشري الخاصة بكل حالة ما يجعل تجربة سهلة التطبيق وتتم وفق اجراءات احترازية صحية بأعلى المعايير يعتبر قسم كلاب الكشف الطبي من اهم الاقسام التي تم انشاؤها مؤخرا في جناح الاثر لتوظيف كافة الامكانيات المتوافرة لمواجهة جائحة فيروس كورونا وبلغت نسبة اجتياز هذا البرنامج التدريبي 92.8% وسيكون لاستخدام تجربة في المنافذ الدور الفاعل في كشف الحالات المصابة ومن ثم فعالية الاجراءات ودقتها وصولا في نهاية الامر الى حماية الصحة والسلامة العامة تم تدريب الكلاب البوليسية بدقة واحترافية عالية الكشف عن المصابين بفايروس كورونا من خلال عرض عينات التعرق لاشخاص مصابين وغير مصابين واظهرت الكلاب البوليسية فعاليتها في التعرف على العينات لاشخاص مصابين بفايروس كورونا التجربة والتي تظهر نتائج واعدة تضمنت تدريب مجموعة من الكلاب البوليسية لأداء المهمة تحت رعاية بيطارية خاصة حيث يتم استخدام حاسة الشم في تحديد المصاب بالفايروس من عدمه وقد تم إجراء العديد من الفحوصات بالاستعانة بالكلاب البوليسية في المنافذ وأثبتت التجربة نجاحها وجدوها بالدرجة الكافية شكرا